هذا جزء من تاريخ الممكة ربماية السعودية كل عصورها مع عهد الملك المؤسس رحمة الله الملك عبد العيز الملك جلت مكة السعود رحمة الله عليه الملك فيصل رحمة الله عليه ثم الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله وهذا العهد الزاهر نرى كذلك الأياد الجميل الأياد البيضاء عن طريق ما سميته التتويج للمساعدات السعودية من ناحية المؤسساتية ما يقدمه مركز الملك سلمان عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية أمر مبهر الحقيقة سأأتي إلى مركز الملك سلمان بن عبد العزيز ودور المراكز الإنسانية لكن أعطيك شيء ربما يكون غريب عند البعض 4% من الدخل القومي السعودي يقدم مساعدات ويقدم للعالم يعني الدولة عجيبة جدا 4% من الدخل القومي السعودي يعني على الباقي الحساب يحسبون كم الدخل ويحسبون كم ما تقدم من المملكة العربية السعودية كانت في عام 2021 صنفت الدولة الثالثة في تقديم مساعدات طبعا يعني لا ننسى أنه الولايات المتحدة الملكية بسكانها وعددها وميزانياتها ترليونات وألمانيا مثلا ومع ذلك المملكة احتلت في يوم الأيام احتلت الدولة الثانية لكن حسب السنوات يعني لا نبالغ في ذلك هذه في عام 2021 احتلت الدولة الثالثة في العالم في تقديم المساعدات الإنسانية في الكوارث وفي غيرها نعم